نروح بقى الموضوع التاني مهم جدا بعيد عن كرة القدم بس مش غريب على النادي الأهل الحقيقة ولا على لعبته اللي بيقوموا بالدور المجتمعي اللي دايما بنتكلم عنه هنا لعبت الأهل الحقيقة دايما موجودين دايما بيكونوا في الوجهة ليهم دور كبير جدا ومهم في النواحي المجتمعية مش بس في الكرة ومش بس في المالعة يا جماعة النهاردة كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي وكابتن محمد الشناوي قائد الفريق وزملائه بقى منتكلم عن سعد سمير أيمن أشرف أفشة النهاردة عملوا زيارة حلوة قوي قوي لمستشفى الناس مستشفى الناس اللي بتقوم النهاردة بعلاج الأطفال زي ما انتوا شايفينه دي الصورة اللي اتخذت النهاردة وكان في استقبال وفد فريق الأهلي طبعا دكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى وكان موجود برضو السيد محمد فرغالي المدير العام لمؤسسة الجود والسيد محمود البربري أستاذ محمود مدير المستشفى وهالا بيزيد مدير الشراكات المؤسسية كان كابتن سيد النهاردة ونجوم النادي الأهلي اللي كانوا موجودين كانوا عملوا زيارة قاموا بجولة تفقدية في المستشفى بزاروا بقى جميع الأقسام الداخلية العيادات الخارجية عملوا زيارة للوحدات الإشاعة ووحدات العناية المركزة شافوا الأطفال طبعا اللي بتتعالج أجهيد زيارة مهمة دور مجتمعي أكتر من رائع وإحنا كمان بنتكلم عن شهر شعبان ودخلين على رمضان فمفيش أحلى من كده مناسبة أنه اللعيبة النهاردة دي تقوم بدورهم لإنه كمان جمهورهم في كل حتة يعني أنت لا أنا نهاردة لما بمشي في أي مكان بتسئل على أفشا وبتسئل على الشناوي وبتسئل على كابتن ساي يعني بتسئل على كل الناس الحقيقة فدور أكتر من رائع بتقوم بيه لعبة الأهلي مش بس في الملعب والنهاردة حتى هم كمان كانوا بيتكلموا بالإمكانيات المتميزة دي التي بتقدمها واحدة من المستشفيات الكبيرة مستشفى الناس دي مستشفى كبيرة بتقدم طرق علاج حديثة جدا وسهمت الحمد لله طبعا بفضل ربنا الأول ثم فضل الدكاترة دول في أن هي تشفي عدد كبير جدا جدا من المرضى كمان النهاردة الوافد اللي احنا بنتكلم عليه كباتن دي كلها كبيرة نهاردة كانت دكتورة أنيسة حسونا بتشرح لهم المستشفى نهاردة بتقوم ازاي بتقدم كافة الخدمات الطبية ازاي العلاجية اللي بتقدم علشان تعالج الأطفال دول احنا بنتكلم عن أحدث نظم العلاق في العالم كله فالنادي الأهلي النهاردة كمان كنا يمكن بنتناول هذا الخبر قبل كده نوقع بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس النهاردة كان ده الكلام دوت في شهر 11 اللي فات وده برضو من ضمن الدور الخدمي والمجتمعي اللي بيقوم بين نادي الكبير ده على جميع الأصعاد ما فيه شك إزاي مش بس دعم النشاطات الريضية خلي بالك ده دور مهم جدا والناس لازم تعرف أنه هو دور النجوم نجوم كورة القدم عليهم واجبات اجتماعية بشكل كبير جدا النادي الأهلي بصراحة بيقدم هذه يعني مش هقول خدمة اجتماعية لأن ده واجب علينا بصراحة يعني احنا بنشوف رموز كبيرة جدا على مستوى العالم على مستوى النجوم بيقوموا بهذه الزيارات لكن كمان النادي الأهلي بيقوم بمجموعة طبعا كباتن الفرقة مهم جدا الدور المجتمع اللي بيقوم بين النادي الأهلي في الملعب تنافس وبطولات لكن كمان تخيل أنت لما يكون أطفال داخل عليهم محمد الشناوي عيمن أشرف وأفشل اللي بيفرجوا عليه في الملعب الحالة المعنوية للأطفال دا أكيد بتساعد في العلاج يعني كمان دور مهم جدا الحالة المعنوية أكيد حضراتكم عارفين الأطفال صغيرين يا رب يشفي الجميع وخاصة الأطفال ويمستشفى أكثر من رائعة دا مهم جدا